بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يبين حكم أكل مال الناس بالباطل ففي الآيات السابقة تم بيان نوع المأكل وهو أن يكون طيبا لا خبيثا كما بين زمان الأكل وهو جواز الأكل في جميع الأوقات سوى في النهار للصائم وفي هذه الآية يتم بيان كيفية الأكل وهو أن يكون الأكل بالحق لا بالباطل فيقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا هذا كناية عن مطلق التصرف لا تتصرفوا في أموال الناس بالباطل فلا يأكل بعضكم أموال بعض إما بالربا إما بالرشوة إما بالغاصب إما بالضرائب الباطلة التي تفرضها الحكومات الجائرة وإما بالمقامرة وما أشبه ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم أكلا بالباطل هذه كلمة بينكم للإشارة إلى أن الآكلين للمال الحرام كالغاصبين ونحوهم يتآمرون بينهم في خفاء حتى يبرروا هذا الآكل الله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل ما لا ثبوت ولا واقع له وعكسه الحق وهو الثابت والأكل بالباطل يعني الأكل بالوجه الذي لا يحل بأن يكون الله قد حرمه أما إذا كان حلالا فليس أكلا بالباطل بل هو أكل بحق ومن مصادق الأكل بالباطل الواردة في الروايات الشريفة القمار فعن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية كانت قريش تقامر الرجل بأهله وما له فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ومن المصادق الاستقراض مع نية عدم الوفاء أو مع العلم بعدم التمكن من الأداء فعن الإمام الصادق عليه السلام ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده الوفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي عنه ومن المصادق اليمين الكاذبة فعن الإمام الباقر عليه السلام يعني بالباطل اليمين الكاذبة تقتطع بها الأموال وتدلو بها إلى الحكام الإدلاء يعني الإلقاء والإفضاء يعني ولا تلقو بها بهذه الأموال إلى الحكام الحكام جمع حاكم يعني القضاة يعني لا ترفع القضية الباطلة إلى القاضي ولا تدفعوا الرشوة إليه أو الهدية حتى يعطيكم الحق ويأخذ جانبكم في أكل المال بالباطل لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا هذه الكلمة علة للإدلاء تدلو يعني علة إعطائكم الرشوة أن تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم فبهذا التحكم إلى القاضي وإعطائه الرشوة تأكلون فريقا وقسما من أموال الناس بالإثم فريقا يعني قسما بالإثم يعني بالفعل الموجب للإثم والعصيان بأن تحلفوا عند القاضي حلفا كاذبا أو تأتوا بشهادة الزور أو ترشوا القاضي فتأكلون قسما من أموال الناس بدون حق وترشون القضاة بقسم آخر وأنتم تعلمون يعني تعلمون بأنكم مبطلون أو تعلمون أن أكلكم وإرشاءكم باطل وإثم فأن ارتكاب الذنب قبيح ولكن مع العلم به أقبح وعقوبته أشد فالجاهل المقصر مو معذور ويستحق العقاب ويقال له أفلا تعلمت أما ذنب العالم العاصي أقبح عقلا واستحقاقه للعقاب أكثر ولذا ورد في الحديث الشريف يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين